مرحبا برج الحمل اهلا فيكم في القراءة العامة لك القراءة تصلحك الطالع والشمسي وايضا القمري او اي كوكب عندكم موجود في برج الحمل لازم انت لتشوفون القراءة وتحددون اذا تنطبق عليكم ولا لا هذه المرة القراءة عامة لاني راح ننظر الى الجوانب العملية من حياتك وايضا حتى بشكل سريع الجوانب العاطفية باخر القراءة راح نشوف شنو بتكون لك المفاجئة اوكي ثلاثة الخماسيات تقريبا كل الامور قاعدة تمشي لمصلحتك وان كنت انت حاليا قاعد تقول لحد الان في فبالي مشاريع او في فبالي نتائج معينة ما حصلت لحد الان انتظر اموال انتظر يأتيني مردود على الاقل اوكي الموضوع يبقى لشوية تصبر لان كل العوامل ثلاثة الخماسيات هذا الكار تقول لنا ان كل العوامل قاعد تجتمع الحين تعمل لصالحك مو عاكسك الطاقة متوفرة انت شلون تستخدمها يا برج الحمل انت شلون تسخرها من اجل نفسك ومصلحتك اهني اللي يفرق ان ليش في بعض الاشخاص من برج الحمل خلال هذا الشهر رح يكونون جدا مرتاحين ماديا وبعضهم يعيشون مثلا في نوع من عدم الاكتفاء وعدم الرضا الطاقة متوفرة هذا هو شهر تجميع جميع الموارد واستخدامها بافضل شكل ممكن مو شهر للصرف ترى لما شكت الاثة الخماسيات معنات ان اكثر من ضرورة في حياتك رح يستاهل انك تحط اموالك فيها في المكان الصحيح عشان تعطيك المردود على المدى الطويل يعني لا تصرفها في مثلا اشياء ثنوية او ما لها داعي كجنب المصاريف الغير الضرورية عشان تحطها في اشياء اهم الاشياء اللي راح تولد لك اموال اكثر هذه هي طاقتك بخصوص الاموال خلنا نشوف جانب الوظيفة اللي منكم الحين يعملون او اصلا هم موجودين في وظيفة البرج رح يصير اللي ما تتوقعه في الوظيفة يمكن يصير نوع من بس شي ما يخصك انت بشكل مباشر شي مو انت مسؤول عنه ولكن احد ثاني يقوم فيه مثلا انه يصير نوع من الاختلاص يصير نوع من رغبة احد زملاء العمل بالسفر من اجل العلاج او الخروج ترك العمل فانت هنا يتقع عليك المسؤولية خلال هذا الشهر في الوظيفة لانه رح يصير فيه خروج مفاجئ من بعض الاشخاص خروج مفاجئ اختلاص مفاجئ تغيير مفاجئ في مكان العمل خلال نشوف الحين جانب المشاريع وانه يتقع عليك المالية في امور معينة انت عارف شو انت بيتمشيها في البزنس وعارف شو مصلحتك وين مصلحتك ما نختلف على هذا الشي ولكن الاستعجال او محاولة انك مثلا تتهم اوكي بسرعة حتى وان كانوا عندك موظفين بما ان انت صاحب المشروع اوكي او عندك شركاء في المشروع الاتهان السريع الاستعجال السريع طاقة محاولة انك تصلح الامور بسرعة خلال هذا الشهر ابدا مو من مصلحتك وانما الصبر والتريث والانتظار ان انت تطول بالك على الناس اوكي محتاج جدا طاقة النفس الطويل مع البشر والنتائج خلال هذا الشهر واللي بعدها ثمانية الخماسيات ولكن مثل ما شفته طلع معكوس لما يكون معكوس معناته انه ابدا مو معناته ما حسيني ان طاقته سلبية وانما طاقته هنية قاعدة تقولك انت بدل ما تستعجل اوكي في بزنسك على النتائج انت لازم تحاول تغير 180 درجة في طريقة ادارتك للبزنس لازم يكون فيه شفت لازم يكون فيه نقل نوعية لطريقة ادارتك للبزنس اذا انت محتمد مثلا على موظف واحد لازم تزيد الموظفين اوكي لازم تقلص على الموظفين لازم يكون فيه تغيير يتناسب مع طموحك فهني كأنما النصيحة لي في البزنس لانت انت انطقل من طاقة الاتهان طاقة لي ليش ما ماشيتي الامور على مزاجي لان برج الحمل هو البوس او الرئيس بطبيعته يحب المبادرة اوكي محتاج ان انت تغير لما يكون هذا الكارت معكوس يقولك ابتعد شوي عن البزنس انظر له من وجهة نظر محايدة اوكي وقل في نفسك شو محتاج اسوي عشان احصل النتائج هل محتاج اني اضغف اموال اغير في الديكور لان اشوفك اهني في هذا الكارت منغمس جدا في العمل منغمس في الادارة الروتينية بشكل يومي بحث انك ما قاعد تشوف النظرة العامة ما قاعد تشوف الصورة العامة لبزنسك منغمس في التفاصيل ابتعد شوي عن التفاصيل عشان تتضح لك الرؤية خلنا نشوف الحين الدراسة يا برج الحمل ايضا كارتين طاحة وما بعد اول كارت الخماس الاول ولكن طلع مقلوب اوكي واللي وراه ثلاثة الاكواب ولكن طلعت مقلوبة ما احسي هني ان الطاقة عكسية ولكن احس ان انا ان دائما كنت يا برج الحمل متعود انك تكون مثلا رئيس على رئيس او متفوق في مكانك الدراسي في الفترة القادمة رح تنحط في مشروع تنحط في مسئولية امام مسئولية تضطر انك تثبت في مهاراتك وجدارتك ولكن بعيدا عن المجموعة بعيدا عن الصف الكلاس الاشخاص زملاء الدراسة تضطر خلال هذا الشهر انك تنفصل عنهم تبتعد عنهم حتى مساعدتهم لك رح تكون بعيدة ما رح يقدرون يساعدونك مثل ما انت تعودت وانت بعد ما رح تقدر تساعدهم فيه هنا انفصال على الناس في محيط الدراسة محتاج في الفترة القادمة ان انت تركز على نفسك وتعتمد على نفسك لانه هذه هي الطاقة الموجودة امامك برج الحمل من الابراج الاجتماعية اللي يحب ان يسوي الشي مع الناس وهذا عكس شوية طبيعتك فرح في الدراسة رح يشوي تضطر انك تطلع عن الكمفورت زون او الطاقة المريحة المعتاد احتمال ان بعضكم قاعد اشوفه يقدم شي خاص فيه في الدراسة شهادة ماجستير رسالة معينة تقرير معين ولكن التقييم رح ينحسب فيه يحسب فيه فرديا وان كنت انت في مجموعة او مضطرة قدمه فرديا شي تبيك فركز على نفسك في الدراسة في الفترة القادمة وما عليك هنا طاقة تقولك ما عليك من زملائك وما عليك حتى من اللي يشتغلون معاك في المشروع في الدراسة مثلا تقول انا نتائجي انا اشهد اكثر منهم ليش اهم يحصلون نفس النتيجة ما عليك على المدى الطويل ما راح تكون نفس النتيجة على المدى الطويل ما راح تحصلون نفس الامتيازات اوكي الحين خلا نشوف الباحثين عن عمل ثلاثة الخماسيات العمل الباحثين عن عمل طبعا الطاقة المتوفرة امامكم دائما ان ما تكونون قاعدين في البيت تتضرون العمل يدق عليكم الباب ان انتو تبتدون تسعون لان الطاقة المتوفرة مشروطة بسعي اوكي هنا عندكم ثلاثة الاخصان العمل اللي راح يأتيكم كأنه ما حس انه مش عاجبكم لان انتو حين في مكان مريح تعودتوا عليه منطقة دولة معينة والعمل اللي راح يأتيكم راح يكون بعيد تضطرون في ان تسافرون لدولة ثانية انه تهاجرون تغتربون احسنين مطاقة برج الحمل يقول بينه وبالنفسه ما اتمنى اني اتغرب وابتعد عن اهلي اريد ان الفرصة تكون متوفرة امامي في نفس المكان اللي انا عايش فيه مع اهلي فرصة العمل فرصة الدراسة اوكي خلا نشوف الحين الحياء العاطفية برج الحمل نشوف توافقك مع الشريك في الفترة القادمة خلال شهر سبتمبر اوكي فرص الاكواب خلا نشوف مع ايضا كارت واحد القمر طبعا خلال هاي القراءة رح تكون سريعة فما اقدر اني احدد هل هي قراءة منفصلين او مرتبطين او حتى عزاب ولكن الزبدة بشكل عام ان في عرض رح يأتيك اعتدار مبادرة اوكي من الجنس الثاني احتمال حتى من الشريك ولكن المبادرة احسيني لها دوافع خفية لانه وراها كارت القمر شريكك كأنه ما يحاول انه بشكل غير مباشر يتقرب منك ولكن عنده شي معين في باله مثلا يتقرب منك عشان يتحكم فيك يتقرب منك عشان ياخذ شي معين منك شخص جديد ممكن يكون او حتى الشرك فانت لازم تكون جدا حذر واعي تحلل اي عرض اي فارس يأتيك في كوبر في الفترة القادمة لازم تكون واي يتحذر في تحليل طيب نيته تخلف في مستوى النية مثل ما نحين التارو يقرأ الطاقة على مستوى النية مو على مستوى الأفعال اوكي نفس الشي انت لازم تسوي نفس الشغلة ان انت طبيعتك طيب ولكن مو اي شخص اترحب فيه وتدخل حياتك ومو اي شيء اصير حولك تقتنع فيه بسرعة هذا في حياتك العظفية واللي ما عنده شريك ينتظر قراءة مواصفات الشخص القادم في طريقك القادمة ان شاء الله بسويها خلنا نجو بحين اخر شيء الصحة شنو عندك في الصحة سبعة الاكواب اعراف كثيرة انت مش وافق شنو السبب احس ان عندك اعراف يمكن عطش الذهاب الى الحمان بشكل مستمر الم في الخاصرة الم في الظهر ولكن هني احس برج الحمل انه لما يكشف لما يذهب الى الطبيب يحلل ما يطلع فيها اي شيء فهني اهو يستغرب ان ليش عيال يأتيني هذا الانم ليش تأتيني هاي النغزات في خاصرتي او في مكان معين ليش عندها الصداع حتى اعرافت خلا نشوف اتوقع هني بما انه عندنا طاقة الاكواب السبب متعلق بكمية السوائل اللي في جسمك شيء خص السوائل وحتى في الحياة العاطفية عندكم فارس الاكواب باحتمال انكم تتعاملون مع شخص عند نكرت القمر برج الحوت هذا فارس الاكواب حوت عقرب او سرطان يعني برج مائي اخر شيء نشوف الامور القانونية برج الحمل اذا عندك اي امور متوقفة في النظام القضائي النجمة ولكن معكوسة طاحت مقلوبة لما يكون الكرت معناتها امل او لحد الان في تسوية رح تكون في الموضوع عشر الخماسيات كأنما اشوف هني برج الحمل اذا عندك قضية موجودة حاليا الطاقة تقول لي ان الشخص اللي غلط مثل ما نقول احنا القانون لا يحمي المغفلين الشخص اللي ما كان عالم بخطايا الامور ودخل في الاتفاق دخل في الزواج دخل في الشراكة او اللي رح يبطر يتحمل النتائج سواء انت سواء الطرف الثاني اللي كان جاهل او اللي رح يبطر يتحمل اوكي ما رح يكون فيه اي نوع من التسوية في الفترة القادمة لانه عندنا كرت النجمة ما هو الامل طلع معكوس يعني الرسالة هني ما فيها واحد اثنين الرسالة فيها هني عبء وتحمل لمسئولية وتحمل لمصاريف وتحمل حتى لمثلا عملية جراحية فشلت شي معين فشل رح يصير فيه تحمل تبطر انك انت او الطرف الثاني يتحمله على حسب من اللي مو في نظرك انت من اللي غلط في نظر النظام القضائي من اللي غلط من اللي وافق وكان لازم ما يوافق ما هي الطاقة اللي رح تتحداك طاقة التحدى خلال شهر سبتمبر طاقة التحدى طلقة كرتات ضحة ما عليش الكرتات هذي يديدة ثافينة طاقة التحدى خلال هذا الشهر يا برج الحمل في ذكريات من الطفولة حنين للطفولة إذا تلاحظ من بداية القراءة العامة لهذا الشهر من بداية أمور الأموال كان التحدي هنا في الطاقة أن تخرج عن المألوف حتى في الدراسة تخرج عن المألوف تخرج عن حتى أنك تكون يا برج الحمل تحت ظل أحد أو حتى أحد تحت ظلك ما عاد في ضلال خلال هذا الشهر هذا هو التحدي أنا لا أعد تشوف هاي الطاقة أن أنت ما تقدر تكون في مجموعة خلال هذا الشهر ولا تعمل مع المجموعة ولا تستمت طاقتك من المجموعة فهني يقول لك التحدي أن شيء بخصوص الطفولة شيء أنت متعود عليه أن دائما تكون مثلا طفل وحيد والحين بيكون فيه ناس حولك أو العكس أنك دائما متعود أن فيه أمور معينة تمشيها بطريقة روتينية أنت اللي تقرر فيها الحين شلون التحدي أمامك خلال شهر سبتمبر شلون تكمل حياتك وتعيش وتنجح وفي نفس الوقت أشخاص وعيد ما رح يتعاونون معك ممكن أخوانك ممكن أهلك هذا هو التحدي خلنا نشوف الطاقة اللي رح تكون حليفتك خلال هذا الشهر يعني بالمختصر المفيد حق اللي ما فهم الرسالة هناك إن خلال هذا الشهر التحدي إنه تنجز اللي تريد أن تنجزه فيه حياتك نزين تنجز أهدافك هذا اللي ابتدينا فيها خلال هذا الشهر ولكن من دون أن تعتمد على أحد ما يكون فيه اعتماد على البشر العنصر البشري رح ينسحب من تحتك يو برج الحمل خلال هذا الشهر اعتمادك الوحيد على الله وعلى نفسك طاقة العون لك العون هو عكس التحدي شلو رح يعاونك خلال هذا الشهر تحدي جديد مهمة جديدة عشان تذي ما عندنا ملك طلع عندك أمير أمير الصحراء البيئة رح تكون صعبة ولكن انت رح تكون مثل الصبار عرف الصبارة والشي سمونا النبات الشوكي اللي يستطيع أن يصمد في أصعب وأحلك الظروف لما الكل خلاص يستسلم ويقول ما أقدر أو يبتدي يتعب أنت الظل واقف منتصب القوم اللي تحتاجها الطاقة اللي تحتاجها العون من الله سبحانه وتعالى رح يكون متوفى خلال هذا الشهر وما نحطيت في هذه الظروف المختلفة مو صعبة أشوف أن شهر سبتمبر ما رح يكون صعب رح يكون لذيذ باختلافة مختلف واعتمادك فيه على نفسك لأنهني يقول لك سورفايفل وفوس براميسز سورفايفل هو غريزة النجاة وفوس براميسز هو الناس اللي هني شربوا معاك شاي أو كوب من القهوة يوم من الأيام وعدوك ما رح يكونون موجودين عشان يصندونك هذين اللي راح أو كي إما يدخلون عنك إما تصير ظروفة تبعتكم عن بعض تضطر أنك ظل واقف تشيل المسؤولية مسؤولية شي مسؤولية أطفال مسؤولية بزنس مسؤولية أسرة مسؤولية شيء كبير في حياتك أو كي قراراتك الخاصة حتى أنت اللي رح تضطر هني تشيلها بروحك خلال هذا الشهر أو كي وأنت على قد المسؤولية أنت يقدر أنت عندك كل ما تحتاجه من خبرة وإرادة وحطة طاقة تقدر تنفذ هذا الشيء بدون الناس هذه هي طاقة العن خلا نشوف المفاجأة لك سلسل الأكواب رح تلتقي ب أحد المعارف أو أحد الأصدقاء القديمين اللي يرجعون لوقت الطفولة نزل لأنه عندنا هاي بعد يخص شيء من أيام الطفولة رح تلتقي أو ترجع أنت نفسك ترجع للطفل اللي كنت قابل الفترة طويلة يمكن حين أنت صرت يا برج الحمل شكاك في الناس أو مثلا صعب أنك تثق في الناس بسبب الظروف صار عندك نوع من التشاؤم صرت وايد واقعي وثأبر اللي صار معاك خلال هذا الشهر المفاجأ لك أنه رح تلتقي بشخص أو يصير موقف الموقف ممكن يكون في غلط قديم يذكرك بأيام طفولتك لعبة قديمة مثلا تشوفها تقول هاي اللعبة اللي كنا نلعب فيها لما كنا صغار مسلسل كرتوني تشوفها رح يرجعك إلى أنا من كنت قبل كين هالشوشرة في حياتي ما تصير رح يكون شعور جدا جميل تحس أن أنت رجعت إلى نفسك مشرط أنك رجعت لشخص من الماضي أو حتى لصديق ممكن تحسينها تحسينها اشتركوا في القناة